خبر يعني أحداث مؤسفة بعد مباراة المغرب والكونغو الحقيقة مبارح وقعت بعض الأحداث المؤسفة بعد نهاية المباراة مباراة المغرب وجمهورية الكونغو اللي انتهت بالتعادل الإيجابي واحد واحد اشتباكات ما بين اللاعبين اشتباكات بالقايد ما بين الطرفين اللاعبين الحقيقة وتواجد وليد الريكراكي مندير الفني للمغرب في إدارة أو في دائرة الأحداث بعد ما قام طبعا اللاعب الكونغولي شانسل بتوجيه عبارات موسيقى للمدرب الأسود التواصل للشجار ما بين عدد من اللاعبين الحقيقة حتى غرف خلع الملابس في مسارع طبعا فاوس اللجع رئيس اتحاد الكرة المغربي لإحتواء الموقف وتهديئة الأوضاع فتح الاتحاد الأفريق الحقيقة لكرة القدم تحقيق لمعرفة أسباب هذه الأحداث المؤسفة اللي كانت بعد مباراة المغرب وجمهورية الكونغو وقال وليد الريكراكي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء يعني لا يجب تهويل الأمور كان من الممكن تفادي هذه الأحداث وقال إن المباراة كانت مباراة صعبة بسبب قوة الفريقين والطقس الحار والتنافس المحتتم في هذه المباراة وبالتالي كان يجب علينا نعتذر سويا عما حدث نروح لخبر من مدريد بيريز لخبر آخر ونتكلم على أزمة محمد صلاح الحقيقة وكان مهم جدا أن نتكلم حول محمد صلاح الخاص بأزمته ورحيله عن المنتخب بشيء يمكن مماثل له إلى حد ما وهو طبعا نصير مزراوي نصير مزراوي نجم باير ميونيخ اللي اتصاب الحقيقة فيه مع المغرب ويمكن رفض طلب النادي الألماني بعودته من استكمال علاجه في ألماني الحقيقة مصدر جوه للتحاد المغربي قال أن باير ميونيخ بعت فريق طبي للفحص مزراوي تأكد هذا الفريق الطبي أنه يعني بحاجة لمزيد من الوقت ليكون جاهز وأن عليه استكمال التأهيل داخل نديه إلا أن الاتحاد المغربي واللاعب رفضوا طلب الباير المصدر أوضح أن مزراوي عنده رغبة كبيرة جدا جدا في البقاء مع أصود الأطلاس الحقيقة ولا يوجد ما يفرد عليه العودة لباير ميونيخ في ظل رعايته من جانب طبيب المنتخب اللي عايز يربط ده بمحمد صلاح أكيد الناس هتربط ده بمحمد صلاح مزراوي من اللعبة الكبيرة جدا جدا من اللعبة المهمة اتصاب في المغرب زي ما بقول لحضراتكم الخطوات اللي باير ميونيخ بعت فريق طبي هناك راح الفريق الطبي كشف عليه قال له لا انت محتاج وقت طويل عشان تعود تاني من الأفضل لك العودة إلى النادي عشان تتأهل فالقرار حيكون لي مين القرار أولا الاتحاد المغربي قال لك لا الراجل ده احنا بنرفض عودته وحيكون متواجد طب اللعيب كمان اللعيب أكد رغبته في البقاء مع فرقته لنهاية المشوار وأنه عنده ثقة وأنه هيتعالج من خلال منتخب نجوم أو منتخب المغربي الكبير وأنه متواجد مع الفرقة لنهاية المشوار قد تربط الأحداث الشبيهة ما بين وما بين محمد صلاح زي ما بقول لحضراتكم على جانب النادي لمصلحته باير ميونيخ بعد طاقم طبي كشف على الراجل قال له لا انت محتاج وقت ومن الأفضل ليك تيجي معنا ده بالنسبة لباير ميونيخ نفس القصة أعتقد ليبربول كان ممكن جدا يبعت بعثة طبية تشوف الأمور إيه طيب على جانب اتحاد الكرة المغربي اتحاد الكرة المغربي الناس بتوع باير ميونيخ بتوع الماني قالوا له لازم يرجع اتحاد المغربي قالوا لا ده مهم ان احنا يكون متواجد مع فرقته طيب اللعيب اللعيب كمان قال لا انا مصر ان انا اكمل علاجي هنا واستمر مع فرقتي لنهاية البطولة ولك الاختيار عزيزي المشاهد طيب خبر آخر جمال بالماضي طبعا بيدافع عن محرز تاني بعض التشبيهات ما بين محمد صلاح ومحرز ووجوده في المنتخب يعني الراجل بيقول انه يعني متمسك الحقيقة كمان يعني جمال بالماضي بيتمسك بالأمل وفي المغرب اكيد او الجزائر بتمر بظروف صعبة اكيد شبيهة بظروف منتخب مصر ونجمه الكبير رياض محرز بيتعرض اكيد كمان لانتقادات كبيرة جدا جدا شبيهة باللي بتعرض لها نجمنا الكبير محمد صلاح في الفترة الاخيرة جمال بالماضي مدرب المنتخب الجزائري قال ان فريقه يتواجد في وضعية تسمح له بالفوز امام موريتانيا بكرا ان شاء الله في الجولة الختمية من دور المجموعات بكاس افريقيا وقال اني ارى ان فريقه استعد بشكل جيد وصحيح اننا خدنا مبارايتين صعبتين لكن للغاية في اجواء صعبة جدا ومناخية واجواء صعبة لكن احنا جاهزين للمباراة القادمة بنسبة 100% وسنفوز بها باذن الله ده على لسان جمال بالماضي يعني المدير الفني لمنتخب الجزائر عن غياب السناء اسماعيل بن ناصر ورامي بن سبعيني امام موريتانيا قال يعني في الوقت دوت احنا فريقه بصح بعض الاخطاء وعندنا النجوم اللي ممكن تعود هذه الغيابات وقال في الاخر محرز لا يستحق ما يحدث له صحيح انه لم يظهر بالمستوى المطلوب في المبارايتين الماضياتين لكنه لعيب مهم جدا جدا بالنسبة لنا ولا اعلم ان كان سيشارك منذ البداية ام لا